عقدت الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات الوادي والصحراء بحضر موت اجتماعها الدوري برئاسة محمد الزبيدي رئيس الهيئة واستعرض الزبيدي في مستهل الاجتماع آخر المستجدات بمديريات وادي والصحراء حضر موت ومستوى العمل للقيادات المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في الوادي واكدت الهيئة التنفيذية المساعدة على ضرورة دعم المواطنين في مطالبهم بحقوقهم والمساهمة في حل قضاياهم المتعلقة بالخدمات والتعليم متطرقة الى الخطوات التي اتخذتها الهيئة لتحقيق ذلك اشتركوا في القناة